بسم الله الرحمن الرحيم لقاءنا اليوم في كابسولة قانونية جديدة التوكيل وإلغاء إزاي تعمل التوكيل وإزاي تلغي بتاخد بطاقة الرقم القومي بتاعك سريا وتطلع على الشهر العقاري وتروح الشهر العقاري بتطلب التوكيل اللي انت عايزه إذا كان توكيل عام أو توكيل خاص بقضية معينة التوكيل العام معروف إن توكيل عام في القضايا لو كان للمحامي عشان القضايا أو توكيل عام بالشأن اللي انت عايزه والتوكيل الخاص لو خاص بشيء معين إدارة سيارة أو برقم قضية مثلا جنح أو بأي شيء بيتحدد الشيء اللي انت عايزه في التوكيل الخاص لأن التوكيل الخاص بيغضو الجهة اللي انت رايحها بياخدها بيرجع لك شي تان انت عملت التوكيل بتدفع الرسوم بتاع خزنة الشهر العقاري الشركاء اللي خزنة لوحده عشان ما تقولش بينه من المحكمة بتدفع رسوم التوكيل في الشهر العقاري بعد ما تدفع رسوم التوكيل بتروح للموصق بالتوكيل بتصور منه نسختين وتروح للموصق بالتوكيل بيمضيك على التوكيل قدامه ويمضيك على الدفتر التوصيق اللي هو بيشتغل فيه عشان كده بنقول شهر العقاري لازم يروح الشخص اللي هيعمل التوكيل بنفسه ما ينفعش أبعت أكون عايز أعمل التوكيل أبعت أمي بالبطاقة ولا أبعت أبويا بالبطاقة ولا أبعت أخويا بالبطاقة لا لازم الشخص بنفسه اللي حيمضي أو يبصم لازم بنفسه يطلع الشهر العقاري ببطاقة سارية مايروحش ببطاقة ملغية أو منتهية ويلقولوا لا روح مايروح بيبعط مشور على الفان ده بالنسبة للتوكيل نصيحة بقى انت عملت التوكيل وخلاص انت دفعت الرسوم وبعد ما مضيت في الضفتر عند المواصل ومضىك على التوكيل بتاخد التوكيل وتروح لرئيس المأمورية بتاع الشهر العقاري بيمضر آخر ويختمه لك بشعار النصر ختم الجمهورية ادي التوكيل جاهز معك وانت ماشي كده قبل ما تسلمه للمحامي أو قبل ما تسعمله في أي جهة صوروا عدة صور وخليها معك وتعود على ده دايما في حياتك اي مستند عندك صور منه عدة نسخ لانك انت هتصور عدة نسخ بجنيه هتحتاج بعد كده تطلع صورة ضوئية وتدفع فيها لو مليون جنيه اشتري نفسك وانت ماشي وصور التوكيل لما تصور التوكيل هتيجي تعوز بعد كده تلغي التوكيل المأمورية انتهت بتاع التوكيل عايز تلغيه يبقى عشان تلغيه بقى لي يلزم يبقى معك الصورة فيها رقم التوكيل وفيها تاريخ صدور التوكيل يبقى كده هتوصل التوكيل سهل انما لو معكش صورة ولا معك بيان التوكيل هتروح الشرع قريب يتدورولك على إبراف كوم أش طبعا مستحيل ده نصحة مني صور وانت ماشي ده بالنسبة للتوكيل في مصر طب ما فيه توكيلات هتيجي من بره من خارج مصر التوكيل اللي بتعمله في خارج مصر في الصفارة المصرية او في الكنسولية المصرية في اي دولة من الدول بيبعثوا المؤكل من الخارج للمحامي بتاعه مثلا في مصر طب هيستعمله ازاي هل هيستعمله بختم الصفارة بره ماينفعش لازم في مكتب تصديق وزارة الخارجية في المحافظة التابعة لها يروح فيها يعمل تصديق الخارجية على التوكيل اللي جاي من الصفارة او من الكنسولية حسب الاحوال وبعد ما يعمل تصديق الخارجية ياخد التوكيل ويطلع بيه تاني على الشهر العقاري عشان يعمل حاجة اسمها محضر ايداع الشهر العقاري مصري عشان يبقى التوكيل اللي جاي من بره كأنه معمول في الشهر العقاري المصري وياخد ختم الناس شهر العقاري مصري ورقم توكيل شهر العقاري مصري غير الرقم اللي معمول بيه في الصفارة او الكنسولية بياخد رقم توكيل شهر العقاري مصري وكده بيكون عمل التوكيل سواء جاي من بره او جاي من جوه ويلغى التوكيل زي ما قلت احتفظ بالصورة هتبقى دليل ارشادك على الغاء التوكيل لما بتلغي التوكيل بتعمل حاجة اسمها اقرار الغاء في الشهر العقاري بتدفع عليه رسول 200 جنيه ولا حاجة كلام فاضي بتتصور الاقرار بعد ما يختم ختم الناس بتصور الاقرار صورة ضوئية وتحطه في ظرف جواب وتودها البريد تختر بيها اللي انت عملت له التوكيل وبتلغهه له تختره بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالالغاء بصورة من الغاء ليه بعلم الوصول عشان يرجع لك العلم تقني الكعب بتاع العلم اللي هو مضى عليه واستلب انه وصله العلم بالغاء التوكيل يهم اي اجراء يعمله بعد كده بس عمال التوكيل وهو مالغي يبقى باطل وما ينسبش اليك الاجراء اللي هو عمله بالتوكيل المالغ يبقى تم تلغيش التوكيل وتحط الالغاء اقرار الالغاء في جيبك تتنزل من شرع قاري تصوره وتحط الصورة في ظرف جواب وتبعتها بخطاب مسجل بعلم الوصول على طريق البريد يأم تعملها بموجة بانظار على يد محضر وتخطره بيها عشان لازم يوصلوا علم بالغاء التوكيل سواء كان محامي او مواطن عادي لازم وكل التوكيلات قبل للالغاء الا اذا كان هناك اتفاق في التوكيل نفسه على عدم الغاءه وإلا حضور الطرفين زي توكيلات السيارات البيع والشرة في السيارات اللي بيطاف فيه على عدم الغاء ولا بيحضور الطرفين كل التوكيلات قبل للالغاء الا اذا نصف التوكيل على ذلك اعتقد ان كده يكون لمينا موضوع التوكيل والى اللقاء في حلقة اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته